كابتل فاتح انت حققت كم بطولة وانت بتلعب مع النادي الاهلي والله حوالي يمكن 6 بطولات تتاقل انت دور عام دور عام ويمكن بطولة كاس مصر لانا فاكه كويس قوي بطولة ولا بطولتين كاس مصر بطولتين كاس مصر بطولتين اه اكتر بطولة انت فرحت انك فست بيها كانت بطولة ايه في الدور العام في الدور العام بص يا كابتل مصطفى يمكن البطولات اللي دائما بتبقى بتجمعك بينك وبين الزمالك ليها طعم تاني ده طعم بتاني وليها جمال للناس الشاك كرة القدمة والشاك النادي الآلي ودي حاجة تنافس شريف وحاجة طبيعية ان انت بتلعب مع منافس آلي زمالك واي فرق بتاخد البطولة دي كان بتسعد الجماهير سواء الآلي أو الزمالك نعم مفيش بطولة معينة انت فاكرة لا لا البطولات كلها الحمد لله كنت مبسوط منها طيب انت كان حظك وانت بتلعب معه ضد المحلة كان بسم الله ما شاء الله تقدم مباراة كويسة قوي وسجلت اهدف في مباراة المحلة ايه حكايتك مع المحلة لا حكايت دائما مع المحلة على فكرة من الفرق والله كنت مستهى الفرق اللي كنت خاف منها جدا كلنا كنت خاف منها كان في عمر عبدالله عبدالرحيب بس انا لسه كنت اكلمك كنت لسه كلمك الوحيد اللي كان يرعبني كابتن عمر عبدالله ربنا يديله الصحي ليه انه طيارة عارف تحس ان طيارة جنبك ساروخ لا وبيعدي وبيعملها انا تعلمتها منه في السرعة كمان كنت بقى من الحسابات دايما بيني وبينه 5-6 متر على الأقل 5 كيلو 5 متر على الأقل عشان اقدر احصله عشان ما يقدرش اه لا كان مميز احبوها الحتة دي وكان اولا محبوب جماهرين كمان من جماهير المحلة بطريقة غير عدين طبعا لا هما كانوا كانجيل وكان فرقة تقيلة كانجيل جامد اول كانت فرقة تقيلة وفرقة طويلة لا لا كان فيه نجوم كتبا عفوا ان انا يعني بقى ناسي ناس منهم انما كانجيل والاستاد نفسه احنا كنا بنحب نروحنا في المحلة ايه الجمال دا احنا كنا انت فاكرة يا كابتو مستوى كنا بننزل فين ما كانش في قتلة كنا بننزل فين في الاستراحة في الاستراحة بتاعنا دي اه الله رحمه لستاذ محمد حبيب محمد حبيب اه كنا بروح نتغدى كنا بروح نتغدى في نزل المحلة قبل الماتشة كنا بنزل في الاستراحة كانت منظومة غير عادية بصراحة وكانت جماعير المحلة كمان عندها عشق الفريط وعندها عشق للنادي الآلي دي أكيد أكيد كابت فتحي أنت علاقتك إيه بكل النجوم الأندية الأخرى الحمد لله علاقة كويسة جدا علاقة كويسة يعني فيه برضو فيه ناس لحد لوقت يبتكلم معها وفيه لوقت يبتصل بيها يعني كابتن أمر عبدال لسه متصل بيه قريب والله يا ليل أنه كانوا محتاجين لعيب في النادي الآلي كلمني إيه أخبار اللعيب ده يا كابتن في النادي الآلي قلتوا اللعيب ده كويس ومزاته كذا وسألت عشان برضو مبقاش رأي الواحدي سألت المدير الفني للفرقة دي عن هذا اللعب وقال لنا قلته بالظبط وقلت لكابتن أمر عبدالله كلمني أمر عبدالله ومين تاني كلمته بكلمش حد في سكندرية كلمش كابتن حسن شحاتة لا بكلم الكابتن حسن شحاتة أحيانا بكلمه يعني فيه ناس برضو على طول بيبقى فيه اتصالات بيني وبينها كلم الخواجة كلم فاروق جوعفر كلم غنم السلطان دول كل الحب الخواجة كان بيكلمني واستفار روستي كان بيكلمني استفار روستي ده يولع الدنيا وبعدين يمعامل وش كده ولا كني فيها أقل حاجة ولا أي حاجة واللي دمه خفيف أوه فاروق لا فأنا بقول لك ما نسميه استفار روستي فاروق يعني ما شاء الله ما بيسكوتي